بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثانية حكم تعلم التجويد وقبل أن نتكلم عن حكم تعلم التجويد يجدر بنا أن نعرف نوعي التجويد فالتجويد نوعان علمي معرفي يعني يأخذ عن طريق العلم والمعرفة وتعريفه معرفة أحكام التجويد نظريا فيعرف أن هذا إظهار وذلك إضغام وهكذا وهذا نسميه بالعلم المعرفي هذا النوع من التجويد ما حكمه؟ ينقسم الناس فيه إلى خواص وعامة أما بالنسبة لعامة الناس ممن ليس اختصاصه في العلوم الشرعية فمستحب بحقه أن يعرف الإظهار والإضغام وأنواع المدود وليس بواجب عليه ذلك وأما بالنسبة لخاصة الناس من أهل العلم الشرعي فتعلموا أحكام التجويد نظريا واجب كفاية يعني يجب في كل بلدة ومنطقة أن يوجد نفر من أهل العلم الشرعي يعرفون هذه الأحكام لألا تندثر هذه الأحكام وتضيع وهذا كما أعلم ليس خاصا بمعرفة أحكام التجويد بل إن كل العلوم الشرعية يشملها هذا الحكم هذا بالنسبة لحكم تعلم التجويد المعرفي العلمي وأما النوع الثاني من أنواع التجويد فهو العملي التطبيقي وذلك بأن يعطي الأحكام حقها عند القراءة من غنة وإظهار ومن قصر أو مد أو ما شابهها من الأحكام وإن لم يعرف أسماءها ومسمياتها فهذا نسميه العملي التطبيقي وهذا النوع من التجويد حكمه واجب على كل قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى وذليلنا على ذلك قوله تعالى ورتل القرآن ترتيل ومعلوم أن فعل رتل فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب حيث أن القرآن الكريم نزل مرتلا وعلى القارئ أن يرتل القرآن الكريم ولعل قول صاحب بتن الجزرية يشتمل على هذا حيث قال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم ثم يكمل بقوله لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل حيث أن جبريل عليه السلام لما نزل بالقرآن إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنزله مجودا والرسول صلى الله عليه وسلم عندما لقن أصحابه القرآن أعطاهم إياه مجودا وهكذا الصحابة أعطوه للتابعين والتابعون لمن بعدهم وتلقاه أئمة القراءات بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجود متجويدا معروفا والحمد لله رب العالمين